برحب بكم أعزائي مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات سين وجيم وأنوان حلقتنا هل القرآن محفوظ من التحريف؟ والسؤال من موقع إسلام ويب خلينا نشوف السؤال الله عز وجل باعث إلينا رسوله الكريم محمد وأياده بمعجزات كثيرة فهل كان من هذه المعجزات أن الرسول لم يكن له ظل؟ يعني أنه عندما كان يقف في الشمس لم يرى له ظل؟ وهل نستطيع أن نعرف كل معجزاته؟ أسابكم والله وأبقاكم في خدمة الإسلام والمسلمين هنا السؤال بيقول هل من مواجزات الرسول أنه ما كانش عنده ظل؟ يعني لو يقف في الشمس محدش بيشوف ظل ليه وبيسأل عن مواجزات الرسول إيه هي؟ وأنا هرد على السؤال ده على حلقتين خلينا نشوف الجزء الأول من الإجابة عن مواجزات الرسول لأنه هو ابتدى الإجابة بيها خلينا نشوف الإجابة بتقول إيه؟ فلا شك أن الله عز وجل الأقرم نبيه محمد كما أشار السائل الكريم بمواجزات كثيرة وأهم هذه المواجزات وأعظمها المواجزة الخالدة التي تكفل الله عز وجل بحفظها بين التحريف والتغيير والتبديل مواجزة القرآن الكريمة الذي قال الله تعالى في شأنه إن نحن نزلنا الذكرى إن له اللي حافظون سورة الحجرة تسعة وهنا بيقول إن رسول الإسلام عنده مواجزات كتير منها المواجزة الخالدة اللي تكفل بحفظها من التحريف والتغيير والتبديل ويقصد طبعاً الكرآن واستشهد بصورة الحجرة تسعة إن هو إيه؟ حافظ للقرآن يعني إن نزلنا الذكرى إن له الحافظون وخلينا نكمل إيه الإجابة هذه المواجزة التي تحدى الله تعالى بها السقلين الإنس والجن قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لم يأتبوا مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً وده في صورة الإسراء 88 وطبعاً هنا بيستغل إن المسلم غير قرق الكتب وأنا هدي ثلاث أمثلة على تحريف القرآن من داخل الكتب الإسلامية وخلينا نشوف أول مرجع من سهيل بخاري بيقول إيه قدم أصحاب عبد الله على أبي الدردئ فطلبهم فواجتهم فقال أيكم يقرأ علي قراءة عبد الله قال كلنا قال فأيكم أحفظ فأشروا إلى القمة قال كيف سمعته يقرأ والليل إذا يخشى قال على القمة والزكر والأنسة قال أشهد أني سمعت النبي يقرأ هكذا وهؤلاء يريدوني على أن أقرأ وما خلق الزكر والأنسة والله لا أتابعهم وطبعاً التصحيح قدبكم يعني عبد الله بن مسعود وهو من الأربعة اللي قال الرسول عنهم خدوا الكرآن من الأربعة منهم عبد الله بن مسعود الحديث بيقول إيه قدم أصحاب عبد الله على يعني واحد اسمه أبي الدردئ فسألهم من فيكم بيقرأ على قراءة عبد الله راح شارع يعني شارعوا على واحد اسمه عن قمة فرحوا سألوه أو سألوه سمعته بيقرأ الليل إذا يخشى راح القمة قال إيه والزكر والأنسة وشهد أنه سمع الرسول بنفسه بيأكد كده وبيقول وهؤلاء يريدون أن أقرأ لهم يعني بيقول إيه هؤلاء أصدر من على أهل الشام يريدون أن أقرأ وما خلق الزكر والأنسة والله لا أتابعهم أو يعني أنا مستحيل أعمل كده ولا أقرأ كده يعني لما تيجوا تقرؤوا القرآن تقولوا إيه والليل إذا يخشى والزكر والأنسة مش تقولوا وما خلق الزكر والأنسة لأن ما هنا بتكون ما هنا فيها وكأن الله يعني ما خلقش الزكر والأنسة وخلينا إيه نشوف التحريف في المسأل الرقم 2 في صورة الرعد 31 زي ما أنتم شايفين كده يعني الآية طويلة لكن أنا يهمني إيه أفلم يأس الذين أمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا خلينا نشوف تفسير الكرطبي بيقول إيه في الآية دي وقرأ عليه ابن عباس أفلم يتبين الذين أمنوا من البيان قال القشيري وقيل لابن عباس المكتوب أفلم يأس قال أظن الكاتب كتبها وهو ناعس أي زاد بعض الحروف حتى صار يأس إيه رأيكم؟ ابن عباس يعني هو حبر الأمة وترجمناه القرآن بيقول أظن الكاتب كتبها وهو ناعس والمفروض بدل يأس تكون يتبين ومكتوبة غلط وأنا باستغرب يعني إنتوا لما أنتم عارفين إن هي مكتوبة غلط مش بتصلحوها ليه وبتحرفوا في القرآن ليه وخلينا نشوف المسأل الثالث في تحريف القرآن سورة طه 63 بتقول إيه قالوا إنها زان لسحران خلينا نشوف تكرتبي بيقول إيه في التفسير الآية دي قلت وللعلماء في قراءة أهل المدينة والكوفة ستة أقوال ذكرها ابن الأنباري في آخر كتاب الرد له والنحس في إعرابه والمهودي في تفسيره وغيرهم أدخل كلام بعضهم في بعض وقد خطأها قوم حين قال أبو عمر إني لأستحي من الله أن أقرأ إنها زان وروا عروع عن عائشة رضي الله عنها إنها سؤلت عن قوله تعالى ولكن الراصقون في العلم ثم قال وفي المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابقون وإن هازان لسحران فقالت يا ابن أختي هذا خطأ من الكاتب وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه في المصحف لحن وستقيمه العرب بألسنته وقال أبان بن عثمان قرأت هذه الآية عند أبي عثمان بن عفان فقال لحن وخطأ فقال له قائل ألا تغيروه فقال دعوه فإنه لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما يبقى كل الآيات اللي ذكرت في التفسير فيها أخطأ نهوية كل الآيات دي إيه رأيكم إن كل دي أخطأ في القرآن وغيرها كتير أنا طبعا في وقت الحلقة مش هيقضي أجيب كل الأخطأ الموجودة والتحريف الموجود لو أنا أجمع ولا أكتر من 20 حلقة تكافيني يعني عن تحريف القرآن والاعترافات كلها من داخل الكتب نفسها وخلينا نكمل الإجابة هذه المعجزة التي تحدى الله تعالى بها الثقلين الإنس والجن كل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ودي صورة الإسراء 88 هنا بيقول إنه تحدى بالقرآن الثقلين الإنس والجن إنهم يأتوا بمثل إيه القرآن أول حاجة أنت بتتحدى كائنات محدش شايفها زي الجن طب بيفرض الجن عارف يجيب هنعرف إزاي وكبان بيقول إن يعني دول استقلين طب أنا مثلا لو أنا يعني عايش أنا بس أطلق الموضوع أنا هجيب بيت شعر وقول للناس كده أنا بتحدى الإنس والجن يجيبوا بيت شعر زيه طب الإنس عارف طب أنا عارف الجن إزاي عارف يجيب زي بيت الشعر ده ولا لا يبقى المنطق نفسه انت بتتحدى كائنات غير مرئية لينا إحنا ده منطق غريب طيب هو تحدى بعد كده إيه قدي الجن نشوف الإنس تحدى الإنس إنهم يقتوا بمثله والإنس ده الإنس اللي هم الناس يعني قابلوا التحدي وادخلوا على اليوتيوب وكتبوا قرآن الملحدين وبعدين إنت دلوقتي لو أنت دخلت على اليوتيوب بسم أنت كلامي وشفت قرآن الملحدين مين الحكم في التحدي ناس كتير مألفة قرآن وكتير عن نت زي مثلا الفرقان الحق وغيره ادخلوا وقروا ولو على التحدي يعني هو ده الحق والحقيقة يلا يبقى أنت كده كمسلم روح يابد إله الفرعنة عندهم معجزات العالم كله أصلا ما يقدرش يجيب زيها بالمعدات الحديثة اللي عندهم ما يقدرش يعملوا زي الأهرامات اللي هي موجودة دلوقتي وحاجات كتير عند الفرعنة هل كده معنى كده أن الفرعنة دينهم صح؟ ونقطة تانية أنا لو مثلا قلت مثلا يعني أحمد زهب للحديقة مثلا هاته زيها لو أنت جبت نفس الكلمات ما تغيير الاسم بدل أحمد حطت لي محمد أو تغيير الألفاظ يبقى أنت كده هو ده التحدي اللي بيصده الكرآن ما فيش حد يقدر يكتب زي حد كل واحد ليه بصمونتوا في الكتابة وأنا في آخر الحلقة الشيوخ بيقدموا أن الكرآن ده موجزة محدش يعرف يجيب زيه أنا عايزك تتخيل أن الكرآن ده نزل في الصين وباللغة الصينية والصينيين بقعدين بقى بيرهنوا على صحة كتابهم ده وأنه معجزة ومحدش هيعرف يجيب زيه لو أنت كمسلم ما بتكلمش سيني بتتكلم عربي بتعرفش سيني خلص هتفكر إزاي كنت هتفتكر إزاي إن الكرآن ده آية ومعجزة المعجزة لازم تكون معجزة لكل العالم بكل لغاته المعجزة تكون ظهرة للعالم كله مش بس للمتكلمين باللغة العربية يعني الأهرامات معجزة معمرية عالمية كل العالم شاهد إنه محدش يعرف يعمل زيه لكن الكرآن هل الياباني يفهم فيه إيه؟ الأسباني جنسيات كتير كل ده كل جنسيات العالم المسلمين نفسهم ولا فاهمين أصلا في حاجة فالمعجزة دي تكون ظهرة للعالم كله بكل لغاته مش بيتحدى شوية مجموعة في شبه الجزيرة العربية والتقيم بكم في الحلقة القادمة من سين وجيم اللحظة ترجمة نانسي قنقر